بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم محمد العتال من مدونة العتال المعلومات ان شاء الله النهاردة هنشرح اه بعض الامور المهمة او بعض الحاجات المهمة الخاصة بمتجر بليستور طبعا كنا شرحنا درس من فترة وكان يعتبر في بعض الخدع اللي بتسهل عليك استخدام متجر بليستور النهاردة ان شاء الله هنشرح بعض الحاجات المهمة هي ما تعتبرش خدع ولكن تعتبر اه بعض الحاجات المخفية جوه المتجر اللي في بعضنا ما يعرف فالنهاردة ان شاء الله هنتعرف عليها مع بعض على اساس ان احنا يكون استخدامنا احترافي او يكون استخدامنا اسهل اه لمتجر بلاي ستور. طبعا انت اول حاجة هنشرحها النهاردة مع بعض هي ازاي نحاول نعمل تحديث او نحدث ماتجر بلاي ستور لاخر اصدار. زي ما احتشافين ده شكل المتجر عندنا على الموبايل دي طبعا الايكونة بتاعت المتجر وده شكل الايكونة بعد التحديث بتاع المتجر. انت عشان تحدس المتجر طبعا انت اول حاجة بتيجي تفتح ولازم طبعا تكون مسجل دخولك بالايميل بتاع جوجل بتيجي هنا على القائمة الجانبية وبتنزل تحت خالص وبتختار اول اعدادات زي ما احنا شايفين بالمنظر ده بيفتح لنا الشاشة ديت. هننزل تحت خالص وهلاقي حاجة اسمها زي ما احنا شايفين رقم الاصدار. انا عندي هنا رقم عشرة اخر اصدار. فانت عشان تحدس كل ما عليك انك بتدوس مرة واحدة على ديت. بتدوس ليها مرة واحدة كده. بيظهر لنا الرسالة دي. طبعا انت لو ظهر لك قال لك دي معناها ان انت ما عامل تحديس او ان المتجر بتاعك بتحدس لاخر اصدار. اما لو قال لك ان ان هو هامل تحديس لاخر اصدار. فانت برضو بدوس على اوكي وبتقفل المتجر وبتستنى تقريبا خمس دقايق او عشر دقايق على حسب سرعة الانترنت عندك وبيتم تحديس المتجر بدون اي مشاكل. بعد كده بتفتح طبعا بتدخل على نفس المكان. بتبص تاني على بتلاقي ازا كان رقم اللي كان موجود قبل كده اتغير معك ولا لقوا برضو بتدوس هنا مرة واحدة بيقول لك اه ان هو طيب ده بنسبة لتحديس المتجر. اه الحاجة التانية انا هنشرحها مع بعض ازاي نعرف اه حجم اي طبيق قبل ما نحمله. كتير مننا بيدخل يعمل دولود من وطبعا بيكون معاه داتا ما بيكونش معاه واي فاي ولكن طبعا كلنا عارفين ان الداتا بتكون المتجر بتاعتها محدودة فانت بتخاف ان التطبيق دوت او برنامج دوت يسحب المجات او يخلص لك البقاء بتاعتك. فازاي تعرف حجم التطبيق او اللعبة قبل ما تحمله? انا على سبيل المسال هفترض دلوقتي ان انا عايز احمل اي طبيق اه او اي لعبة مسلا. هدخل مسلا على اللعبة ديت. واللعبة دي عجباني انا عايز احملها بس انا معاه داتا معيش واي فاي بس انا عايز اعرف هتاخد ايه من الداتا بتاعتي? فكل ده بنزل تحت وبهدوس على كلمة او اقرأ المزيد. وبعدين بنزل تحت خالص بالطريقة دي. بلايه حاجة اسمها او حجم التحميل. بلايه هنا حجم الطبيق زي ما احنا شايفين واحد وخمسين ميجا. ده كده حجم اللعبة. طيب هندخل مسلا نشوف اي اه طبيق تانية او اي لعبة تانية. اه مسلا الطبيق دوت. اه هندخل عليه هندوس عليه مرة واحدة وانا عايز احمله. فهنا حاجة هدوس على او اقرأ المزيد. وبعدين هنزل تحت خالص عليها حاجة اسمها زي ما احنا شايفين مساحته سكتمائة كيلو بادي. بقى انت بالطريقة دي بتعرف حجم الطبيق او الالعاب قبل ما تحملها على الموبايل بتاعك عشان لو انت ما كانش معاك واي فا. دي الحاجة رقم اتنيت. الحاجة رقم تلاتة اللي هنشرحه ما بعد النهاردة ازاي توقف التهليزات التلقائية الخاصة بالطبيقات المتثبتة عندك على الموبايل. بمعنى لو انت مسلا مثبت فيسبوك واتساب مسانجر اه باي برنامج تاني على الموبايل عندك بس انت عارف ان فيه تحدثات بتنزل كل فترة في نفس الوقت انت مسلا معاكش واي فاي او معاك باققة او حتى لو كان معاك واي فاي انت حسس ان التحدثات دي بتققلك الموبايل او بتهنج التطبيقات فانت زي توقف التحدثات دي ان كلنا بنابقعدين كده فجأة مسكين الموبايل بتلاقي ان فيه تحدثات بتنزل اوتوماتيك او ده ولود بيحصل من غير ما نكون عارفين ايه السبب اول حاجة بتروح هنا على القائمة الجانبية بعدين بتروح على اول اعدادات وقعد كده بتلاقي حاجة اسمها اوتو ابديت ابس زي ما احنا شايفين التحديث التلقائي للتطبيقات بندوس عليها مرة واحدة بنختار اول اختيار اللي هو اقاف التحديثات التلقائية وخلاص كده بيتم اقاف التحديثات التلقائية للتطبيقات على اساس ان ما فيش اي تطبيق يعمل لتحديث بشكل تلقائي بدون اي تدخل منك او بدون علم منك طيب ازاي انا بقى اعمل تحديث لتطبيق انا عايز اعمله تحديث يعني مثلا على سبيل المثال انا مسلا الفيسبوك متحدس متصبت عندي على الموبايل بس انا عايز اعمله تحديث عايز اعرف ازا كان في تحديث للفيسبوك ولا لا فبقى هيدخل على القائمة الجانبية وبطلع فوق شوية كده بادخل على حاجة اسمها تطبيقاتي وحلاحز ان فيه هنا عندي تلات تبويبات فيه تحديثات وفيه المسببتة وفيه اللي هي اا بيتكون الحاجات اللي انت ثبتها ومساحتها قبل كده. طيب احنا هام حاجة عند او التحديثات ازاي ما احنا شايفين هنا بيظل كل الطبيقات اللي محتاج تعملها طبعا آآ على سبيل المسال مسلا طبيق هنا محتاج تعمل pam فلو في اي طبيق عندك على الموبايل محتاج حتلاقي موجود هنا على سبيل المسال لو الفيسبوك عايز تحديث هتلاقي الفيسبوك موجود هنا في القائمة دي لأو عايز تحديس عاكلها الواتساب موجود في القائمة دي وهكزا. اي تطبيق عايز تعمله تحديس بتدوس على كلمة اه ابدات. طيب دي الحاجة رقم اتنين او تلاتة اللي شرحناها النهاردة. طيب هنشرح حاجة كمان برضو مهمة. ازاي ابعت لنك معين لتطبيق او لعبة على متجر لأي حد من صحابي انا بكلمه. انا مسلا دلوقتي بكلم واحد صاحبي على الواتساب مسلا وفي تطبيق معين عجبني على انا عايزه يجربه او عايزه يحمله. ازاي ابعته له من غير ما اه ادخل على جوجل واعمل تطبيق على معوقع تانية واقعد ابعت له لينكات وكلام من ده. لأ انا ممكن ابعت له لينك من جول متجر نفسه. ازاي? حانا سبيل المسال لو افترضنا. اللعبة ديت مسلا اعايزها بعتها على واحد صاحبي على اساس ان هو يدوس على اللينك يحوله على عشان يقدر يحملها. كل اللي عليها بنزل تحت شوية كده بلاي حاجة اسمها شير. زي ما احنا شايفين او مشاركة. العلامة ديت. بدوس عليها مرة واحدة. بيظهر اللي انت عايز تعمل لها شير على الفيسبوك او على ماسنجر او على واتساب. فطبعا انا لو دست على الواتساب حيفتح لي قائمة الاصدقاء اللي عندي او اصحابي. لو دست على ماسنجر حيفتح لي الشات اللي بين يوجد صحابة اقدر بعته لأي حد. طبعا هيبعك له لينك على بلاي ستور اول ما يدوس عليه هيفتحه له المتجر يقدر ان هو يعمل دوت لاللعبة او التطبيق دوت. تمام? دي برضو حاجة مهمة اه كان لازم برضو ان اعرفها مبعد للناس كتير بتدور ازاي ابعت التطبيقات او الالعاب اللي موجود على بلاي ستور لاصحابي اللي موجودين على واتساب او على الفيسبوك. دلوقتي عادي اشرح حاجة اخيرة كمان مهمة جدا جوا ما اتجر بلاي ستور ازاي اه ان انا اه اضيف لعبة او اضيف تطبيق معين في الفيفوريت او على اساس ان انا اه ابدأ ارجع له مرة تانية واحمله في في وقت تاني. يعني على سبيل المثال لو دخلت هنا على المتجر مسلا اه طبعا هلاقي للعاب كتير عجباني او علاية تطبقات كتير عجباني. بس انا مش هاجه احملها دلوقتي. انا هاجه احملها مسلا كمان شوية او كمان ساعة او مسلا احملها لما يكون في معايا. مش داتا هعمل ايه? على سبيل المسال انا دلوقتي اه اه مسلا اه هاجيب اي لعبة او اي برنامج مسلا البرنامج دوت البرنامج ده عجبني وانا عايز اه اضيفه عندي في الفورت او المفضلة على اساس ان انا ابدأ ارجع له مرة تانية وابدأ احمله. كل اللي عليها حالية هنا علامة زائد زي ما احنا شايفين علامة صغيرة دي. هادوس عليها مرة واحدة. بالمنظر ده. هقول لك خلاص هو كده ده في الطبيق دوت او اللعبة دي. في حاجة اسمها على اساس ان انا هرجع له مرة تانية. طيب خلينا فكرين كويس اوش عكتل طبيق دوت الفايل منجر. هنضيف مسلا اللعبة دي. واللعبة دي عجبني وانا عايز احملها بس مش دلوقتي كمان شوية مسلا. فهدوس على علامة الزائد دي برضو. زي ما احنا شايفين او خلاص كده هي ضفعة. طيب هنجيب بقى او دي منين. اه هنيجي نفتح او زي ما احنا كده جوا هندخل على القائمة الجانبية وهننزل تحت احلها حاجة اسمها اهي. هي ديت الخاصة باضافة الطبيقات عشان ابدأ احملها في وقت تاني. هضغط عليها مرة واحدة هيحاولني على المكان زي ما احنا شايفين طبعا كل دي كل دي تطبيقات انا اضيفها على عشان ابدأ اجربها لكم بعد كده. هنا التطبيقات اللي احنا اطفنوهم ما نجهر واللعبة اهي. طبعا كل عليها بتدخل على التطبيق ببدأ نعمله عادي جدا. لو انا حابة بحذفه بدوس تاني على نفس العلامة ديت. من بتشال من خد بالك ان هو تم حسفه بدون اي مشاكل. تمام? دي كده كانت بعض الامور المهمة او بعض الحاجات المهمة الخاصة بمتجر على هواد في الاندرويد. يتعلمنا حاجات مفيدة اكيد في ناس ما تعرفاش واكيد في ناس تعرفها ولكن انا حبيت دايما اوصل لكم المعلومة بشكل بسيط وبشكل سهل. يارب يكون درس النهاردة عجبكم طبعا ما تسوش تضغط على اشتراك في القناة وتعملوا اللايك وشير للفيديو وتعملوا شغل الجروب بتاعنا على الفيسبوك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.